السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكو دكاتر ان شاء الله تكونوك خير النهاردة هنتكلم عن موضوع كده دايما بنسئل فيه نبدأ منين مجزل بس احنا هنتطر نرجع خطوة ورا شوية قبل ما نجاوب على السؤال دوت فلازم نجاوب على سؤال المهم الاول ايه الفرق بين الاورال سرجن والمجزل الفيشل سرجن انت راجل مسلا في الحاجات الاورال سرجي زي مسلا امباكشن دينتل امبلانت ابيسيكتومي حابب يكون هو كواليفايد في الحتة ديت حابب يكون كومتنت في الحتة ديت في عياته تمام مالوش علاقة بالنباتينت مالوش علاقة بالحاجات الاندرجينر الانستيزيا همتسميها كده ايه هسبتال بيزد ترينيج يعني هيبقى في مستشفى هيبقى في نبطشيات هيبقى في عمليات دايما تخصص جراحي زي اي تخصص من تخصص الجراح فلازم انت تتحدد في الاول هل انت طريقك طريق الاورال سرجي اللي هو زي ما اتفقنا غالبا في عياتك غالبا بيتعامل اكتر مع خلاص يبقى انت ده هيكفيت جدا ان انت تاخد بقى مستر تاخد حاجة للموضوع ده لكن لو انت في خلاص الموضوع هيكون مختلف لازم هيفيه تضحية اكبر لازم هيكون فيه وقت اكتر خلينا نتكلم بصراحة لو انت بتشتغل فتحت قريدي عيادة دينتل او انت نفس الكلام يبقى العيادة دي هيبقى فيه تأثير شوية او شويتين بصراحة زي اي زي ما احنا بنقول ايه اي نايب جراحة سواء مثلا نيروسيرجي بلاستيك انتي واتفر يعني كذلك المجزيل الفيشر هو في اول سنين من حياته اللي هي تقريما من ثلاث لخمس سنين هو هيبقى فاهم كويس ان عيادته هتتأثر وقته واولوياته الاكتر هي ناحية المجزيل الفيشر النقطة دي اه اتمنى تكون وضحت هنخش على النقطة اللي بعديها هي لو انا بتديت مجزيل الفيشر ايه هو طبيعة الكارير وايه هي الحالات اللي انا هتعامل معاها اكتر حاجة طبعا هنكون بنشوف هما اعطاقت هما هيكونوا حاجتين التروما والاورو فيشيال انفكشن التروما طبعا خلاص انت تتعامل في حوادث بتتعامل معيان جاي في حادثة بتنزل تشوف المريض سواء بقى عنده كسر حتلاقي عنده مسلا زي جوما كل ده هتتعلمه مع الوقت حالة الحاجات دي كلها انت هتتعامل معيها وحتبقى مسؤول عن المرضى دول طبعا مش لوحدك مع زملائك مع الناس السينيورت عليك بس احنا بنحاول نقول ايه الحاجات اللي احنا نتعرض لها وايه المرضى اللي احنا مفروض ان احنا مسؤولين عنهم ومسؤولين احنا نعالجهم ان شاء الله طبعا مرورا بقى بالحالات الالكتف شوية زي المسلا مثلا حالات مرورا برضو طبعا بالمور كيسز زي كل ده هتتعرض دي يبقى احنا اتكلمنا عن بعض الحالات زي 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 طبعا من الحاجات الكور بتاعت المكزير الفيشيال بقى حالات اللي زي متكلمنا لها ده اه انكولجي وتيومرز ايه اللي هتعمل لها ايه التعويض بعد كده اللي هتعمل لها كل ده انت هتشوفه في خلال السنوات الترينج بتاعك لازم تبقى فهم ده كويس وده ما بيجيش في يوم وليلة يعني انت مش تفهم كل ده في يوم وليلة لكن موضوع بالتدريج يعني طيب دلوقتي خلينا خش اندبث اكتر انت او انتي دخلت القسم دلوقتي بتاع المكزير الفيشي خلاص ايه المطلوب حنعمل ايه اعتقد في وجهة نظري يعني ان اول شهر دوت يكون نوع من تجربة اكتر تمام حتشوف الموضوع مكتمل خلاص الصورة كاملة قدامك دلوقتي وانت دلوقتي في الريل لايف يعني انت خلاص انت في الحقيقي شايف الوضع ايه تمام طيب يعني ايه الكلام دوت يعني انت هتفيدي تشوف بقى فعلا زي ما كنا نتكلم حالات حالات في العنبر زمالك الاكبر منك بيحضروا حالات للعمليات بيحضروا لستة بيتكلموا مع الناس بتوع التخدير بينزلوا الطوارئ يتبلغوا على حالات هتشوف هل الجو ده مناسب ليك ولا لا هل انت فعلا انترستد وهل انت فعلا عندك الشغف وعندك القدرة ان انت تكمل في الكريم ده ولا لا لان في بعض الناس للاسف بيبتدي حتى سنة ستة شهور ممكن اكتر من كده سنتين وبعد كده يقول لا انا مش حقدر اكمل في الموضوع ده فاعتقد ان شهر الاولين ده ممكن تحكم على الموضوع دوت يعني هو طبعا مش هيكون هو الكافي اوي بس على الاقل حديك صورة قوية ونصيحتي ليك ان ان انت اسمع اكتر ما تتكلم عايز تسأل اسأل اكبر منك تمام اكبر منك على طول ان طبعا فيه تدرج هتلاقي نايب سينيور نايب ما سميت سينيور نايب جونيور او اخصائي استشاري حسب بقى ايه التدرج اللي عندك فاسأل اكبر منك على طول اسأل اقرب واحد ليك هو ده هيفيدك ان شاء الله هتستفيد منه كويس ولو انت الموضوع خلاص اوكي تمام استقررت على المجزيل فشل يبقى المطلوب مني كنايب مجزيل فشل تمام لازم تبعا عارف ايه طبيعة الشغل اللي انت هتعمله في الفترة الاولينية الطبيعة الشغل اللي انت هتعمله في الفترة الاولينية يعني فيه ناس بتسميه كده اسم بس احنا محبش نسميه لا يعني هنقول الالتاللي في العمر تمام? طيب حرجع تاني معلش اقول ايه المطلوب من حضرتك او من حضرتك كنايب مجزيل او كنابة مجزيل اول حاجة ممكن يعني بعض الناس بيقولك ايه كتير دي هو ده اللي بيعلم هتفك ارشبار هتفك غرز في الاول هتتعلم البسيط اثناء العمليات مش هتخش تعمل ارشبار على طول مش هتخش تعمل على طول مش هتخش تفتح على كسر على طول لا اول سنة دي لازم تتعلم الحاجات البسيطة الاول وده بالتدريج على هتلاقيه فرق معك كتير ان شاء الله هتقلت حالات مسلا على التقدير هتمر على الحالات الورد راوند دوت مهم جدا طبعا هتتابع حالات في العيادة الخارجية كل ده هيبقى مطلوب منك في الاول طبعا جزء مهم جدا النباطشيات النباطشيات دي انت مش هتبقى متعاود عليها في الاول بس ده حاجة اسية اي نايب جراحة لازم يشين نباطشيات على الاقل على الاقل نباطشيتين في الاسبوع هتفرق معك كتير هتبقى فعلا ايه ام يعني هنقول لك ايه احنا ولاد المستشفيات ايه هو طبعا هيبقى في حضور العمليات بالتنصيق طبعا مع القسمة او اللي انت فيه بس صدقني صدقوني العمليات مهم طبعا حضورها لكن التحضير دوت والسيناريو والقصة اللي حوالين الحالة دي مهمة جدا في الاول بالذات بعد كده نعمل شفت بقى على الايه على هذا الجزء النظري ايه اللي نذكره في الفترة الاولانية خليني برضو نقسمه نصين نص السنة الاولى والنص الاربع سنين اللي بعد كده السنة الاولى بالذات لان اغلب انتحانات في اي بروجرام بتبقى الفرست بيبقى بعد اول سنة وهي السكند بيبقى بعد الاربع سنين اللي بعد كده الفرست دوت بيبقى مينلي عالبسك ساينز اه وناس كتير بصراحة بتسأل في الحتة دي في الاول ما بيجوا الترينيج اول او اول ما يبتدوا الترينيج بروجرام نبدأ منين ونذاكر ايه هنقول اول سنة خلينا في البيزيك ساينس البيزيك ساينس اللي مقصود بيها الاناتومي الفيسيولوجي الباثولوجي وده مهم جدا لاي جراح اناتومي فيسيولوجي باثولوجي سواء جنرال باثولوجي او اورال باثولوجي طيب نذاكرهم منين برده الاناتومي احنا بنقول اي كتاب هيدا انك اناتومي انت متعود عليه ذاكر منه بس هتذكروا كله من الجلدة للجلدة مش هينفع الكلام اللي كنا بناخده في الكلية مسلا انت هتاخد بعض المواضيع لا الاناتومي الهيدا نيك اناتومي من الجلدة للجلدة في فيديوهات كتير على اليوتيوب هتفيدك اشارها طبعا الفيديو بتاع اكلند هيدا نيك اناتومي وتقريبا بارت وان و بارت تو كل واحد ساعتين ونص تقريبا يعني كلهم لو انت يعني قسمت حتى الفيديو على مراتين تلاتة ممكن تخلصهم في في اسبوعين في شهر شهر ماكسيمم يعني فدول مهمين جدا ده بالنسبة الاناتومي بالنسبة للأوروب باثولوجي ان شاء الله الكتاب اللي كنت بتذاكر منه وانت في في الكلية كذلك الفيسيولوجي الكتاب اللي كنت بتذاكر منه في الكلية يبقى عندك بس فكرة كويسة وان شاء الله هتزيد مع الوقت وطبعا اليوتيوب دلوقتي لو انت مش فهم اي حاجة او انت مش فهم اي حاجة ممكن تلاقي عليها كزا حد وكزا طريقة وكزا شرح حيساعد كتير في الحتة دي برضو في اول سنة محتاج تذكر تروما وانفكشن كويس ليه تروما وانفكشن ليه مجزيلو فيشل تروما اه تعرف يعني ايه بقى مانديبلر فراكتور والكلاسفيكيشن بتاعت المانديبلر فراكتور لو الحالات دي ادفانست شوية وحتيجي هتفهمها مع الوقت اكتر واكتر بس على القل تقرؤها قبل ما تبوش وكتاب الابروتش ده كتاب التاني اللي عايزين نقول عليه في الحتة دي كتاب الابروتش السيرجيك الابروتش بتاع ادوارد الاس شرح لك مثلا ازاي تفتح سبترسل انسيجن ازاي تعمل في حالات الاربتال فراكتور سمن ديبلر ابروتش اه شرحولك هنفتح ازاي هتفتح هتلاقي الاول السكين بعد كده البلاتيزما بعد كده هتلاقي الفاشية كل ده مشروح في الكتاب اخر كتاب في المرحلة الاولى دي بنقول عليه برضو كتاب عمر ابو بكر وحنا ابتدنا نشرح منه اجزاء شوية على فيديوهات كده ان شاء الله نكملها على خير كتاب عمر ابو بكر كتاب مفيد اه حيفيدك شوية كمان في الحاجات اللي ايه الميديكالي اللي انت هتكون محتاجها في العمر يبقى بقى الجزء بتاع الكتب اللي بعد كده في الاربع سنين اللي هما ان شاء الله هيبقى تانية وتالتة ورابعة وخمسة زمالة ان شاء الله مهم ان انت تتدرج وتخش في الدبس في كل حتة في الحتش وتتزود بقى في التروما تزود في تزود في التيم جي تزود لان هتكتشف في في الاخر ان ان امتحان السكن ده مش معتمد على ان انت تذكر اخر شهر او شهرين ودي برضو ايه لازم يكون عندك نظرة مستقبلية شوية ان انت هتكتشف ان الامتحان ده معتمد على مذكرتك خلال الاربع سنين ومش هيعتمد على اخر شهر او شهرين في الزمالة يمكن ده نفرد له فيديو تاني لكن برضو كده لو هندي هند سريع بقى هتخش مسلا على كتاب معين في الاورتغناسيك سيرجي ده بوزنك اسينشيال اورتغناسيك سيرجي اه هتخش مسلا على كتاب في التيم جي زي اوكيسون هتخش في التروما زي ما قلنا بيترسون برضو الانفكشن بيترسون يعني دي ممكن نتكلم فيها مرات بعد كده بس على القلي ما عندك ايه صورة اه كاملة طبعا ما ننساش برضو كتاب زي اكسفورد مجزير فشال سيرجي ده كتاب جميل جدا شامل بس في الاول هتحس ان هو مختصر وممكن متفهمش منه حاجات فشان كده نقول داي انه فضل ان هو يكون في الاخر طيب اتمنى يكون ان شاء الله الفيديو كده يفاتكم وفي انتظار تعليقاتكم واكتراحاتكم ولفي اي حد دي اي اسوائيل او كده ممكن نسيبها في الكومنت وان شاء الله نرد عليها نشوفكم على خير ان شاء الله